أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لشرح المصطلحات والمفاهيم الجغرافية في إطار الاستعداد لامتحان الوطني الموحد الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية في السنة الثانية باكالوريا دورة 2023 بحول الله طبعاً نحن مطالبين في الامتحان الوطني الموحد للمصطلحات والمفاهيم الواردة في الإطار المرجعي لامتحان الوطني الموحد إذن بالنسبة للائحة هذه المصطلحات والمفاهيم يتعلق الأمر أولاً بالمجال المعرفي الفرعي الأول أي تدبير المجال العالمي والمفاهيم والمصطلحات هي كالآتي إذن المفهوم أو المصطلح الأول هم الفاعلون الأساسيون في العالمة أو القوى الفاعلة في العالمة وهي الدول والحكومات ثم المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأيضاً المنظمة العالمية للتجارة ثم أيضاً نضيف إليها الشركات متعددة الجنسيات كذلك المنظمات غير الحكومية أي المنظمات الفاعلة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضاً البيئية ولكن لها استقلالية وغير خاضعة للحكومات وأيضاً الدول ثم المدن العملاق إذن هؤلاء هم أهم الفاعلين الأساسيين في نظام العالمة طبعاً من بين هؤلاء الفاعلين نذكر البنك الدولي الذي يعتبر مؤسسة مالية تابعة للأمم المتحدة تأسست سنة 1944 بهدف تجريع الاستثمار استثمار رؤوس الأموال في مختلف البرامج تنموية من خلال تقديم الدعم والتمويل وأيضاً الاستشارة القانونية والمالية للدول التي تصطدم بمشاكل تنموية ومالية أيضاً من الفاعلين الأساسيين في نظام العالمة نذكر صندوق النقد الدولي أيضاً هو منضمى تابعة للأمم المتحدة أنشئة سنة 1945 ويضم حوالي 189 دولة من أهدافه ضمان استقرار الاقتصادي الدولي وأيضاً منح القروض للدول هذا هو الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إذن البنك الدولي هو يقدم تمويل وأيضاً الدعم والاستشارة للدول التي لها مشاكل تنموية في حين أنه صندوق النقد الدولي وهدفه الأساس والحفاظ على استقرار الاقتصاد الدولي وأيضاً منح القروض للدول المنظمة العالمية للتجارة تأسست سنة 1995 وهدفها وضمان حريات المبادلات التجارية وأيضاً حتى تحرير الاقتصاد العالمي مختلف القيود الجمهورية طبعاً بما يضمن زيادة في وطيرة المبادلات التجارية على الصعيد العالمي أيضاً من هؤلاء الفاعلين الرئيسين نذكر الشركات متعددة الجنسيات عندها أيضاً تسمية أخرى وهي الشركة العابرة للحدود الشركات الضخمة والعملاقة التي لها فروع في مختلف أنحاء العالم وتقوم بأنشطة اقتصادية مختلفة تجارية صناعية ومالية وغيرها ثم نذكر أيضاً منظمات غير الحكومية اختصاراً وانجي وهي منظمات دات نفع عام يعني ليست دات نفع خاص يعني منظمات غير ربحية مشيء هدف ديلا هي ربحية أيضاً ما يميز هذه المنظمة غير الحكومية أن لها إشعاع عالمي بمعنى كتكون عندها فروع في مختلف أنحاء العالم وعندها أيضاً استقلالية تجاهد الدول والحكومات وأيضاً المؤسسات الدولية ومجموعة الضغط وتنشط يعني في مختلف المجالات الحقوقية الاجتماعية البيئية وغيرها طبعاً من بين هذه المنظمات غير الحكومية نذكر مثلاً غريم بيس أو منظمة السلام الأخضر التي تنشط في المجال البيئي المجالات المهيمين طبعاً هنا سندخل في ما يسمى تراتبية تدبير المجال العالمي إذن كان ميز بين المجالات المهيمين التي تسمى دول مركز مركز النظام الاقتصادي العالمي وهي تحديداً الدول التي تتحكم في النظام الاقتصادي العالمي وهي دول الثالث العالمي تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان بالنسبة لمجالات المندمجة طبعاً هي تسمى كذلك لأنها مندمجة في نظام العولمة وهي تشمل القوى الصناعية الجديدة في أسيا وهي التنينة الأربع والنمور الأسيوية مثل كوريا الجنوبية مثلاً طيوان صنافورة هونغ كونغ والقوى الصعيدة البريكس والقوى الصعيدة هي البرازيل بي R روسيا ثم E الهند C الصين و S جنوب إفريقيا إذن هذه الدول الخمس تسمى بالدول الصعيدة أو القوى الصعيدة وكتسمى أيضاً بالقوى الناشئة ثم نأتي إلى المجموعة الثالثة التي هي مجالات في طور الاندماج يعني ليست مندمجة في نظام العولمة ولكن هي بصدد الاندماج في نظام العولمة والمقصود بها هي الدول النامية والسائرة في طارق النمو ومعظمها يوجد يعني في دول جنوب تحديداً في أمريكا اللاتينية شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا نمر الآن إلى المجال الفرعي الثاني اللي هو التكتولات الاقتصادية الكبرى ومنكن نتكلم عن التكتولات الاقتصادية الكبرى هي ثلاثة ديال التكتولات آلينة، أسيان والاتحاد الأوروبي إذن بنسبة المجموعة الأولى أولى التكتول الأول ومجموعة أمريكا الشمالية اللي هي معروفة اختصاراً بالآلينة أكور دولي بر إيشانج نور أمريكا يعني اتفاق تبادل الحر الأمريكي الشمالي الذي تأسس سنة 1994 ويضم دول أمريكا الشمالية اللي هي ثلاثة ديال البلدان كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والهدف هو خلق منطقة واسعة للتبادل الحر بين هذه الدول الثلاثة بالنسبة المجموعة الثانية أو التكتول الاقتصادي الثاني اللي هو آسيان اللي كنت تعرف أيضاً برابطة دول جنوب شرق آسيا أو تجمع دول جنوب شرق آسيا طبعاً يضم عشر دول تنتمي كلها إلى منطقة جنوب شرق آسيا وتأسست هذه المنظمة الاقتصادية الجهوية سنة 1967 بالنسبة للمصطلح الثالث الموالي هو الاندماج الشامل مني كنت تتكلم عن الاندماج الشامل إذن كنت حضره طبعاً الاتحاد الأوروبي باعتبارها أيضاً من أكبر تكتولات الاقتصادية العالمية والاندماج الشامل هو غاية يعني هدف بعيد المدى تسعى مختلف تكتولات الجهوية خصوصاً الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إليه بمعنى تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي الاجتماعي السياسي العسكري فيما بين الدول الأعضاء أيضاً من بين المصطلحات الاندماج الجهوي ومنين كنت تتكلم عن الاندماج الجهوي كنت تحضره أيضاً تكتولات الاقتصادية بمعنى هو اتفاق بين مجموعة من الدول لعنتماء جغرافي يعني كنتم تعمل واحدة من دقة جغرافية أو ثقافية من نواحي يعني الاتفاق على الاندماج في النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية وغيرها نذكر كمثال ألينا اتفاق تبادل الحر طبعاً هو مفهوم اقتصادي يشير إلى تبادل السلع والخدمات بين الدول دون الخضوع للرسوم والقيود الجمهورية بمعنى إزالة القيود والرسوم الجمهورية بشكل تام ولكن طبعاً بطريقة تدريجية لتحقيق مزيد من التبادل السلع والخدمات نمر الآن إلى المجال المعرفي الثالث والأخير نماذج من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إذن يتعلق الأمر بقوى اقتصادية عظمى وهذه الصفات طبعاً أو الخاصية الاقتصادية تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هو القوى اقتصادية في العالم وتقاس طبعاً هذه القوى بالناتج الداخلي الخام قوى فلاحية وهو تعبير اقتصادي يشير مثلاً إلى احتلال بلد ما يعني رتاب متقدمة في الإنتاج الفلاحي للصعيد العالمي فالولايات المتحدة هي قوى فلاحية كذلك الصين، الهند، البرازيل، كذلك فرنسا إذن هذه من القوى الفلاحية الكبرى في المجال العالم ثم قوى صناعية وهي أيضاً صفة اقتصادية تنطبق على الدول التي تتفوق في المجال الصناعي لا من حيث الإنتاج ولا كذلك التنوع على المستوى العالمي ثم هناك قوى تجارية كبرى وهو تعبير يشير إلى تفوق بلد ما من ناحية التجارية تحديداً التجارة الخارجية مثل اليابان كذلك الصين، ولاية المتحدة الأمريكية قوى اقتصادية صاعدة اللي هي كما شرحناها هي دول البريكس بمعنى هي القوى الاقتصادية التي حققت يعني نموان اقتصادياً هائلاً ومستمراً طيلة سنوات اعتماداً على التصنيع مثل الصين الشعبية، البرازيل، الهند، الروسيا كذلك الهند وجنوب إفريقيا تفاوتات في تنمية البشرية بمعنى هي التباينات المسجلة في مؤشرات لقياس تنمية البشرية كتعليم الكبار، أمد الحياة، الدخل الفردي في بلدان المجال العالمي أو بين أقاليم البلد الواحد نمو اقتصادي حديث بمعنى هي طفرة اقتصادية قفزة اقتصادية تحققها الدول الصناعية الجديدة مثل كوريا الجنوبية اعتماداً على نموذج التصنيع إذن ختاماً أعزائي، أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه وأنوافقها في تبليغ ما ضمن عناصر الأساسية طبعاً إذا كانت لديكم دائماً أي أسئلة أو استفسارات يمكنكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى تطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته